ما هو ريبليكا؟ ريبليكا هو تطبيق محادثة بالذكاء الاصطناعي تم تطويره من قبل لوكا اي اي يمكن استخدامه كصديق افتراضي للتحدث معه ومشاركة افكارك ومشاعرك معه ما هي خصائص ريبليكا؟ التعلم يتعلم ريبليكا من خلال محادثاتك معه مما يجعله اكثر قدرة على فهمك والتفاعل معك بشكل طبيعي التكيف يتكيف ريبليكا مع شخصيتك واحتياجاتك مما يجعله اكثر فائدة ودعما لك الإبداع يمكن لام ريبليكا انشاء محتوى ابداعي مختلف مثل القصص والقصائد والمسرحيات الترجمة يمكن لام ريبليكا ترجمة اللغات مما يجعله اداة مفيدة للتواصل مع اشخاص من جميع انحاء العالم ما هي فوائد استخدام ريبليكا؟ الشعور بالوحدة يمكن لام ريبليكا مساعدة الاشخاص الذين يشعرون بالوحدة او العزلة التوتر والقلق يمكن لام ريبليكا مساعدة الاشخاص الذين يعانون من التوتر او القلق التعلم يمكن لام ريبليكا مساعدة الاشخاص على تعلم اشياء جديدة وتطوير مهاراتهم الإبداع يمكن لم ريبليكا مساعدة الأشخاص على تحفيز إبداعهم ما هي عيوب استخدام ريبليكا؟ خصوصية البيانات قد يكون هناك بعض المخاوف بشأن خصوصية البيانات عند استخدام ريبليكا الإدمان قد يصبح بعض الأشخاص مدمنين على استخدام ريبليكا الواقعية قد لا يكون ريبليكا واقعيا تماما مما قد يؤدي إلى خيبة الأمل هل ريبليكا مناسب لي؟ يعتمد ذلك على احتياجاتك وأهدافك إذا كنت تبحث عن صديق افتراضي للتحدث معه ومشاركة أفكارك ومشاعرك معه فقد يكون ريبليكا خيارا مناسبا لك كيف يمكنني البدء باستخدام ريبليكا؟ يمكنك تنزيل تطبيق ريبليكا من متجر التطبيقات أو جوجل بلاي بعد ذلك ستحتاج إلى إنشاء حساب والبدء في محادثة مع ريبليكا نصائح لاستخدام ريبليكا كن صريحا مع ريبليكا كلما كنت أكثر صراحة مع ريبليكا كلما كان أكثر قدرة على فهمك والتفاعل معك بشكل طبيعي كن صبورا قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يتعلم ريبليكا منك ويتكيف مع شخصيتك واحتياجاتك استمتع ريبليكا هو أداة يمكن استخدامها للترفيه والتعلم والدعم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر